وأنه لا بد من نرود كرجل واحد من هنا بدأت المصالحة الوطنية ومن هنا لملمت الجزائر جراحها وكفكفت دموعها وحقنت دماء أبنائها على اختلاف مشاربهم ومن رحم الأزمة تولد الهمة ليقول الشعب كفان عنفا وتناخرا نعم للمصالحة الوطنية والتي جاءت بعد عدة إجراءات اتخذتها الجزائر كان بدايتها سياسة الرحمة ثم قانون الوئام المدني الذي صادق عليه البرلمان ليأتي مثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد أن عرضه لاستفتاء شعبي زكته الأغلبية المطلقة لتبدأ معالم رسم الأولويات في مسارات الرئيس بداية باستعادة الأمن والاستقرار وجمع الشتات فالمسيرة لم تكن بالهينة كانت صعبة ومعقدة كان على الرئيس إقناع كل الأطراف في زيارات وتجمعات ولقاءات لم تستثني أحدا مصالحة الجزائر مع نفسها رسمت وطنا يعيش في أمن وسلام ووضعت حدا للقتل والتنكيل كما أنها أصبحت تجربة رائدة لمعظم الدول التي تعاني لزاعات وخروب داخلية من دول وتستحق مكانها مرموقة ترجمة نانسي قنقر